اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن القطاع اللوجستي يعد من القطاعات الحيوية الداعمة للمسيرة تنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة يده الله ورعاه مشيرا إلى ما حققته شركة طيران الخليج باعتبارها الناقلة الوطنية خلال مسيرتها العريقة الممتدة إلى سبعين عاما من إسهامات في ترسيخ صورة مملكة البحرين على مستوى العالم وتعزيز مكانتها التنافسية على صعيد خدمات النقل والملاحة الجوية في المنطقة جاء ذلك لدى لقاء سموه في قصر لقضيبية اليوم سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس مجلس إدارة شركة طيران الخليج حيث تشرف بإهداء سموه مجسما لطائرة من أسطول طيران الخليج بمناسبة مرور سبعين عاما على تأسيس الشركة وأنوه سموه بالجهود المستمرة لرئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة طيران الخليج في تطوير أداء وجودة خدمات الشركة متمنيا لرئيس مجلس الإدارة وجميع منتسبين ناقلة الوطنية استمرار التوفيق والنجاح بما يحقق الأهداف المرجوة من جهته أعرض سعادة سيد زايد بن راشد الزياني عن شكره وتقديره نيابة عن كافة منتسب شركة طيران الخليج لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على جهوده المبذولة لدعم تحقيق الشركة لأهدافها بما يعود نفعه على الوطن والمواطن شكرا